موسيقى لنهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها ثالثة والعشرين التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة أنواع السلع بتخفضات كبيرة تصل نسبتها إلى ستين بالمئة موجود المبادرة بالأسعار والتخفضات الموجودة دي بيخلي المواطن يحس أن فعلا السيد الرئيس الجمهورية حاسس بالناس وحاسس بالمواطنين وعشان كده بنعمل المبادرات دي اللي بيبقى فيها متوفر كل الأصناف الاستراتيجية وبأسعار مناسبة وأسعار مخفضة ودي بتخلي الناس على الأقل تشعر أن فيه حد حاسس بيها تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من قبرى السلسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى ألف وأربع وسبعين فرعا لإحدى وسلسين سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية تتوفر فيها السلع المتنوعة بجودة عالية وبالتخفضات المعلن عنها بالإضافة إلى صرادقات بالميادين الرئيسية وستة وسلسين معرضا فرعيا للسلسل التجارية المشاركة بمختلف المحافظات المبادرة كويسة جدا بتقدر توفر طبعا للشعب المصري كل الأساسيات من زيت سكر رز الكلام ده كله فهي حاجة كويسة جدا يعني أنها لازم تكون موجودة ولازم ندعمها المبادرة دي ساعدت في أن احنا ناخد بسعر أقل من السوق أسعار كلها كويسة جدا وعملت تخفضات كويسة جدا الصراحة وفي إطار تطوير أليات المبادرة بما يضمن انتشارها ووفرة معروض قامت الوزارة بتجهيز عدد من الشوادر الجديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات يشارك فيها عدد كبير من الكائنات الصناعية والتجارية الكبرى بمعروضات متنوعة من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها أمام المواطنين اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الانترنت احنا موجودين النهاردة في المبادرة بشكل مباشر لأول مرة موجودين فيها كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكلة أو طريق مجموعة من السلاسل التجاريين اللي بتنزل المبادرة مع وزارة الداخلية طبعا بس احنا المرات الأول مرة نتواجد فيها بشكل مباشر بنشارك بجميع أنواع السلعة الغذائية اللي هي في المجال بتاعنا وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نوفر السلعة على مدار العام وفي الزات في المناسبات زي شهر رمضان وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتغلب على غلاء الأسعار اللي موجود عالمياً دلوقتي وما بنبصش لعملية مكسب أو خسارة قد ما بنبص إن السلعة لازم تكون بتوفرة وبسعر مناسب احنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ من نسعد المواطن المصري معدمين أسعار زيوت وأسعار مسل نباتي بأسعار خصومات تتراوح ما بين 15 إلى 25% وحيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله وتحت مظلة المبادرة تواصل منظومة أمان توفير السلع عبر 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية تابعة لها موضح جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت فاضلاً عن استمرارها في طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ إطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية أتاحت معروضاً كبيراً من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية المؤسرة على أسعار السلع حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة تتجدد مبادرة كلنا واحد باستمرار فمنذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة فإنها تشهد مشاركة واسعة من الكائنات التجارية والصناعية لتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية وغير الأساسية وكافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة كما تحرص وزارة الداخلية على إقامة الشوادر في كل مكان على أرض الوطن عبدالله بركات التلفزيون المصري